اهههههه انا تعبان تعبان نفسيا اقسم بالله تعرفوا انا كنت نوع ابطل سلسلة المراجع القاسي كان بيبقى فيها شتايم كتير مشاهدات مش محمسة وقلت خلاص طز هنغيرها بسلسلة تانية اسمها المراجع اللي جاب اخره مثلا المراجع الزعلان المراجع المفشوخ بس لما اتفرجت على الفيلم ده لقيت نفسي طلقاي بقول احها لازم نعمل فيديو اخير من المراجع القاسي بس من غير الشتايم الكتير اصل الفيلم ده عايز اللي يسبله انا مش فاهم ولا عارف ايه اللي حصل هنا يا اخوانا انا الاول مرة من سنين اشوف فيلم ابطال خارقين خارة كده تخيل موربيوس قدامه يعتبر زي مثلا فيلم افينجرز اند جيم فيلم اترنالز يعتبر جاد فاثر بالمقارنة بيه اه الفيلم وحش فاشخ للدرجاتي وابوس ايدك لو معاك فلوس عايز ترميها في الارض او تعملها ارتاس وتحطها في تيب سوني خش على الفيلم ده وتفرج عليه وحكم بنفسك الفيلم بيتكلم عن مادام ويب اللي مفترض في الكوميكس واحدة من اقوى الشخصيات ومهمة جدا جدا لسبايدر مان لقدراتها بالتنبؤ بالمستقبل وربط نسخ سبايدر مان ببعض هنا هي شخصية بغيضة عبيضة مدعومة بقوة النسوية جاية عشان تخلقنا مادام ويب في الفيلم بتشوف المستقبل وبتكتشف ان فيه شرير ماب يمتلك قدرات سبايدر مان بس مش سبايدر مان عايز يقتل تلعب بنات لان التلعب بنات دول هيقبوا سبايدر مان وهيفشخوه في المستقبل فهو عايز يقتلهم قبل ما يحصلوا على قدراتهم ودور مادام ويب ان هتحميهم المشكلة الأولى والرئاسية في الفيلم ده هو ابن الأقبة اللي جي في دماغه ويعمله للمخرج والممثلين والمنتج والموسيقى والمؤلف والسكريبت رايترز تخيل ده فيلم ابطال خارقين مفهوش ابطال خارقين فيلم مسروق بالكامل من ترميناتر بس من غير الأكشن والكارزمة بتاعت ترميناتر نفسها بنت بتحمي بنات ضعيفة من شرير أقوى منهم بكتير لان البنات دي هيبوا حاجة في المستقبل حرفيا نسخة طبق الأصل من ترميناتر والجزء التاني داكوتا جيمسون اللي هي مادام ويب في حالة من الضعف والتخزل اللي يخليك منفر منها طول الفيلم بتشتكي طول الوقت مش عارفها تتصرف فالقصة هي اللي بتحركها مش هي اللي بتحرك الأحداث شخصية سلبية ضعن كل ما تنقذ البنات تديها حتة بقولكو ايه أنا عنقذتوكو اهو ما تدخلونيش بقى في مشاكل وروحوا لأهليكو هم بقى اللي هيتصرفوا ويحموكو دا بنتي دورك ايه بنت المبكة والأهلي هيحموهم ازاي من سبايدر من شرير يعني أهليهم هيعملوا ايه مش فاهم في مشاهد في الفيلم بتكلم البنات وبتقولهم هو احنا المفوض نتصرف ازاي في الوضع دا لو انت بتعرفيش مين هيعرف دا انت دورك الوحيد في الفيلم انك تتصرفي انت هتصدعينا معاكي ليه في لقطة وهي مع العم بانه بتقوله حاجة ليها علاقة بالمقولة الشهيرة مع القوة الكبيرة هتأتي مسئولية اكبر حلبتوها حلب اكتر جملة ايكونية لسبايدر من عشان تجرجروا وتشدوا المتابعين يرجعوا ويخشوا الفيلم والفان بويز يلحسوا اراء وتعوضوا ربع الخسائر اللي هتخسروها ايز بقى على دا معلم التلب بنات اللي بتحميهم سيدني سويني وايبولا مرسيد وايما روبرتس هم موجودين في الفيلم بس عاملين كده زي الاسرة اللي بتنقذهم في مسلسل زا ووكينج ديد عارفين الاسرة المجهولة بنت الارس اللي ريك بيلاقيهم وهو في طريقه والزومبي بيحصروهم وبينقذوهم وبينضموا ليه وبعدها بكذا موسم بدبدأ بقى نتعرف على قصتهم وتاريخهم ومشاعرهم ونتعلق بيهم كبشر هم كده بس من غير ما نعرف بقى قصتهم هم MBC شخصيات الغير لائبين اللي بيساعدوك تكمل مهمتك في الالعاب انت ما تعرفهمش ولا مهتم بتعرف حاجة عنهم وجودهم مقتصر على انك تنقذهم غير كده ما لهمش لازمة كل واحدة في التلاتة لها شخصيتها المنفردة بس ملهاش عمك هم بيهزروا بيتحكوا بيعيطوا بس مجهولين بالنسبة لك الايمال بيقدموها انهم هيقبوا حاجة في المستقبل هيقبوا قوية فشخوا ابطال خارقين بس هم دلوقتي ولا حاجة وما فيش استثمار كافي من الكتاب انهم يعلقوك بيهم او يضيفوا طبقات لشخصياتهم تخليك حتى تهتم وعشان هما شخصيات كرتونية فالممثلات ما خدوش فرصة يمثلوا اصلا اصلا هنمثل ايه احنا دورنا ان يجي حد ينقذنا زينا زي اي بنت في فيلم وراء بسلاشر دورها انها تجري وتستخبى وتصوت وتتوسل يا راجل يا مؤمن ده فيلم ابطال خارقين مفهوش ابطال خارقين يعني ابطالنا لبسه البدل بتاعتهم اقل من دقتين في الفيلم فيه شوية اكشن فيه شوية مفارقعات بس علي اطلاق فيلم شماريخ بتاع اسر يسين فيه اكشن اكتر من كده فيه الوان اكتر من كده فيه مفارقعات اكتر من كده تامر حسني في الفيلم تاج شفنا بازاي بتاعه اكتر من الفيلم ده اللي المفروض ليه علاقة بسبايدر مان نلف نلف ونوصل للشرير بقى يا ديني على الكرينج الشرير تعبان قوي يا اخوانا لا يركى حتى انه يكون ميم ماتيريال يعني مش بيركى اللي انت تاخد منه مسلا ريكورد وتحوله الميمز زي الشرير بتاع موربيوس كده ده حتى مش شرير للنسيان لان شرير للنسيان لازم يكون دوره على الاقل التقليدي او مبتزل او متكرر كتير عشان كده لما بتبص عليه بتقول انا شفته في افلام كتير قبل كده نفس نوعية الشرير ده فيعتبر شرير للنسيان اما ده راجل انت مش شايفه اصلا عرف ترمونيتور ليه شخصية عنه وللاسف مش مشكلته الراجل اتدبح من قبل ما حتى يبدأ التصوير هم عايزين شرير يبان جامد بملامح صارمة وصوت عميق جدا بس مش مهم اي حاجة تطلع من فمه لانها مجرد هراء جمل زي انا المنتقم سترون الجحيم ساقتلكم جميعا اجروا كما استطعتم ولكن لن تستطيعوا الهروب ابدا شرير سيء جدا جدا يا اخوانا نسخة مشوهة وحقيرة من سبايدر مان تفتقل للكارزمة فبتعوضها بالفويس اوفر والصوت العميق ده حتى الفويس اوفر كان خرا يعني كان فيه لغلطة مدة عشر ثواني قتلتني دحك كان بيتكلم والصوت سابق الصورة اللي هو بيهز شفايفه والصوت بيطلع بعديها بثانية مش مسنك مع شفايفه غلطة بباين للستوديو قد ايه فقد الاهتمام حتى انه يقفل الفيلم صح اللي هو ارملهم عظمة ويجيب اللي يجيبه اخبار قوية بتقول ان سبب الفشل الزريع ده ان بعد ما مضت داكوتا جانسون عقد الفيلم ده حصل تغيير جزري في السيناريو وانهم قصوا كل حاجة في المونتاج عشان الفيلم يطلع لنا بالوأخة والقرف ده دي حتى وهي بتعمل مقابلات ترويجية للفيلم حاولت تحذرنا اتكلمت كتير ان الفيلم مش مرضي بتتفادى اي سؤال ليه علاقة بالفيلم بتحاول تفصل نفسها عنه لكنها بتقول لنا ما تروحوش الفيلم ده الفيلم يقال انه اتدبح في المونتاج وسوني قصت منه كتير جدا وده بيبان وانت بتتفرج بتلاقي مشاهد كتير متركبة غلط وقطات عنيفة جدا مشاهد مطولة اكتر من اللازم لدرجة الملل حوارات ضعيفة كانت المفوض تتشال كل ده بسبب غالبا ودي اشعات قوية خناقت سوني مع مارفل من الاخر مارفل تنبأت ان الفيلم ده هيطلع خرة فمنعت سوني من انها تستخدم اي مشاهد او تلميحات ليها علاقة بسبايدر مان توم هولاند من الاخر ما تتبحليش سبايدر مان عشان تصحي فيلم ميت بالعافية لا اعمل انت خرى لوحدك وما تجرش اسم سبايدر مان معاك لانه البطل الوحيد هو وديد بول اللي لسه متبكل مارفل والناس بتتحمس لأفلامهم فسوني قررت تشيل اي تلميح لسبايدر مان وتعوضوا بمشاهد رضيئة مكررة كانت المفوض تتقص تعرف ان اتنين من اللي كتبوا الفيلم ده هم هم اللي كتبين فيلم موربيوس اللي هو اصلا يعتبر اسوأ فيلم ابطال خاركين في اخر عشر سنين فسوني خدتهم وقررت تكافئهم على الخرة اللي قدموه وتجيبهم يعلوا على نفسهم في الفيلم ده ويقتلوا شخصية مادام ويب قبل ما يدوا فرصة للناس تعرفها اصلا مشكلة الفيلم ده برضو ان احداثه بتحصل في ساعة 2003 تقريبا بس مش عارفين في اني عالم هل ده عالم فينوم ولا عالم سبايدر مان توم هولند ولا سبايدر مان توبي ميجواير ولا اندرو جارفيلد ولا عالم موربيوس اتثبت لك رمضية مش مفهومة ومعمولة بالاصل مش عشان يتوهوك عشان مش عارفين يعملوا الفيلم ده في اني عالم اصلا او يربطوه بعالم مين اللي هو معلش احنا مترددين ومش عارفين نحدد اتجاه الفيلم بس صرفنا 80 مليون دولار فاتفرج وما تركز كتير وقدر ان احنا عملنا لك فيلم فيه ريحة سبايدر مان يا ابني لأكا ومترغيش كتير لان ده مش مال سايب المشكلة ان شركة سوري اللي قدمت لنا الخرى بتاع موربيوس وعلت عليه بالفيلم ده فيلم مادام ويب او مادام زفت هي هي اللي عملت فيلم سبايدر مان انتو زا سبايدر فيرس وهي هي اللي عملت فيلم سبايدر مان اكروز زا سبايدر فيرس وشاركت في افلام توم هولند التلاتة يعني هي قادرة ان هتعمل افلام سبايدر مان نكحة وقوية جدا بشخصيات معقدة وتطور شخصيات رهيب وتدي لكل شخصية في الفيلم حقها مهما كانوا الشخصيات دي كتيرة وتبني شرير محترم زي مثلا سبط في فيلم سبايدر مان اكروز سبايدر فيرس او ميجيل اوهارا شرير معقد ليه فلسفة معينة ليه قصة وراء ليه حاجة تخليك تهتم بيه تعس انه تهديد فعلا فليه تعملي كده او الافلام الواقعية اديها المارفل ادي حقوق سبايدر مان لمارفل لان اللي انت بتعمليه ده بيقتل الشخصية بيقتل سبايدر مان الناس ابتدت تكرهه لو انت عندك مثلا فلوس عايزة تطلقيها برا الضرايب عندكو في امريكا فبتعملي اي افلام خارع وخلاص مش مهم تجيب ارباح المهم الفلوس دي تخرج برا الضرايب فحاولي بقى اللي انت تتوظفي الفلوس دي في افلام احسن لان ما توظفيهم بقى فيلم اني مش انحلو لسبايدر مان او تعملي افلام واقعية ببطجة قليل بس اعلى من كده كقصة ككتابة كسكريب حل مشكلتك احنا مش انحلها برا عندنا احنا الفانس احنا اللي بندفع فلوس عشان نتفرج ما تقرفوناش بس كده تقييم الفيلم مادم ويب هو واحد من عشرة واللي رأيك في الكومنتيات يا معلم كل الان ما تنساش تعمل لايك اعمل فلو اعمل سبسكرايب او اعمل فلوس عجال ان اشتركوا في الفيديو و بيس